فشل ملتقى الحوار السياسي في إيجاد قاعدة دستورية لانتخابات ديسمبر لم يقلل من مطالب آدائها وفي موعدها المحدد بل زادت المطالبات المحلية والدولية بتغليب مصلحة الوطن والمواطن والالتزام التام بإجراء هذه الانتخابات البعثة الأممية إلى ليبيا وعلى رأسها المبعوث يان كوبيتش التي وجهت لها أصابع الاتهام في إخفاق اجتماع جينيف في إقرار القاعدة الدستورية تحاول أثبات العكس بمواصلة تأكيدها على انتخابات ديسمبر ورفضها إدخال البلاد في مزيد من المراحل المؤقتة التي لن تزيدها إلا فوضى حيث عقد كوبيت سلسلة لقاءات لتجديد التأكيد على التزام البعثة الأممية بإجراء الانتخابات في ليبيا دون أي تأجيل فتحضرات المفوضية العليا للانتخابات واستعدادها للاستحقاق الانتخابي كان محل مباحثات جمعته برئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح الذي بحث معه أيضا آخر المستجدات بخصوص مؤتمر برلين 2 وإخفاق ملتقى الحوار في جينيف في التوصل إلى قاعدة دستورية تمهد الطريقة لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده كما كان لوكوبيتش لقاء آخر جمعه بنائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي وفيه تم التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها دون أي تأجيل أو عرقيل من خلال الالتزام بمخرجات مؤتمرية برلين وقراري مجلس الأمن وتنفيذ بنود خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي ترجمة نانسي قنقر